وينضم إلينا من بغداد إدريس جواد المحلل السياسي بعد دعوة الصدر لأن يكون رئيس الحكومة مستقل عن الأحزاب ما بعد هذه الدعوة كيف ستكون الحكومة القادمة أو كيف سيكون المشهد السياسي بعد المطالبة بشخص مستقل أعتقد أن المشهد سيكون معقد كما هو الحال في الوقت الحالي هذه الشروط التي وضعها السيد الصدر جاءت لتعقد المشهد وليس لحل المشهد الكتل السياسية أكثرها متزمتة ولها قرارات وهي قد رشحت أسماء مثل تحالف النصر وتحالف الفتح وحتى اتلاف دولة القانون قد رشحوا مجموعة من الأسماء وهم كانوا بانتظار موافقة سائرون على الدخول معهم هذا الترشيح الذي جاء به السيد مقتدى الصدر أعتقد أنه الحد الفاصل بين دخول سائرون في الحكومة من عدمه الكتل الأخرى لن تنتظر سائرون بهذه الشروط بل ستمضي لتشكيل الحكومة وستدفع باتجاه شخصية معينة وبالتالي سيكون سائرون في المعارضة داخل البرلمان كما أشاربت بعض القيادات في اتلاف دولة القانون إلى ذلك قبل فترة هل هذه الدعوة تعتبر تلبية لمطالب الشارع العراقي؟ لا أعلم بالتحديد ما هي المطالب التي يريدها السيد مقتدى الصدر من هذه الورقة التي طرحها سيما أنها جاءت بعد وصوله إلى بيروت بأسبوع واحد ولقائه بكبار القيادات هناك لكن التظاهرات كانت تطالب بشكل واضح بالخدمات بالكهرباء بالماء بالتعيينات ربما هذه الشروط وهو يعلم جيدا السيد مقتدى الصدر أنه لا يمكن تحقيقها يعني وضع فقط ثمان شروط على رئيس الوزراء طيب من تتوفر في هذه الشروط؟ واحدة منها يكون مستقلا من تتوفر في هذه الشروط اليوم؟ وهل سيلقى هذا الطلب قبولا على الساحة السياسية العراقية؟ ربما تتوفر الشروط في الكثير من الأشخاص لكن المشكلة أنه دائما يرشح الشخص من داخل مجلس النواب يعني شاهدنا رئيس الوزراء في العراق يرشحون من داخل مجلس النواب من الصعوبة بمكان أن يأتي شخص من خارج مجلس النواب ويطرح الأسماء لكن بالتالي لا تفضي إلى نتيجة وبالتالي هناك ضاغطين ضاغط محلي وإقليمي وضاغط دولي والولايات المتحدة الأمريكية لها دور لا أعتقد أن هذه الورقة سيكون لها دور في المرحلة المقبلة الشروط بعيدة كل البعد عن الشخصيات المطروحة الآن في الساحة وأيضا المسميات الآن التي تدداولها الكتل السياسية وتوزيع الكتل السياسية للمناصب المقبلة لن تكون مجدية مع هذه الورقة التي طرحها سيد مقتد الصدر دريس جواد المحلل السياسي كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا